الرؤية العالمية والعمل المحلي مرحبا بكم إلى فيلم تعليمي يعرض طريقة الـ MKFC من الألف إلى الياء في التعليم عن بعد نبدأ أولا بشرح العلاقة بين هذا المفهوم والرؤية العالمية والعمل المحلي لكل طالب خواص تميزه عن غيره كالجنس والدين والتقاليد والممارسات ولهذه الخواص دورا أساسيا في عملية بناء المعرفة بطريقة الـ End-to-End E-Learning أو التعليم عن بعد من الألف إلى الياء يساعد كل من المنهج الدراسي والمتابعة والتوجيه من قبل المعلمين على سير الدراسة والتحصيل العلمي في الاتجاه الصحيح كما تتيح لك المجتمعات الإلكترونية الموجودة الانضمام إلى محافل ومنتديات للمناقشة وتبادل الآراء وتضع بين أيديك مصادر العلم والمكتبات الآن نلقي نظرة على علاقة التعليم عن بعد بالمحتوى والدرجة العلمية شخصياً أريد دراسة الرعاية الصحية وهنا تتيح لي طريقة الدراسة عن بعد إمكانية الاختيار فبإمكاني اختيار الفروع والمواد والمستوى الدراسي الأنسب لي في هذا المثال يمكنني اختيار فرع الصحة العامة تحسين الصحة والرعاية الأساسية أما المواد التعليمية فمنها المرافق الصحية والتغذية والنظافة كما يسعني اختيار إحدى مستويات الدراسة ومنها غير الرسمي والمعاهد والجامعات حان الوقت الآن للاختيار الأنسب لي وقع خياري على فرع تحسين الصحة اخترت من المواد التغذية كما يفضل الدراسة على مستوى المعاهد ويترافق التعلم مع الحياة العملية يادان بياد وهذا أمر نافع جداً حسناً ما رأيكم؟ نلقي نظرة على علاقة التعليم عن بعد بالوقت في دورتي يحق لي أن أقرر أوقات دراستي حسب حاجتي ووقتي فبإمكاني اختيار التاريخ الذي أراه مناسباً لبدء الدورة ونهايتها كما يمكنني اختيار الساعات المناسبة لدراستي إن أفضل وقت بالنسبة لي هي ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر ولدي حرية الاختيار في السرعة التي تناسبني ببطء أو بسرعة أقوم بحل الوظائف الوقت الذي أرطئيه مناسباً خلال أيام وساعات الإسبوع وخلال الفترة الدراسية كلها نتواصل باستمرار مع المعلم الذي يقيم عملنا دعونا الآن نرى علاقة التعليم عن بعد بالعدد الواسع من الاجتماعات والمناقشات الافتراضية أنا طالب أستفيد مع زملائي في الدورة بالكثير من الإمكانات المتوفرة في المنصة مما يساعدنا على زيادة معرفتنا وعلمنا في هذه الدورة هناك العديد من المنتديات للمناقشة حول كل ما يتعلق بناك المواطنة والاحتياجات الخاصة والسن المراهقة ونتلقى الكثير من التقييم والملاحظات من كل من المعلمين والأقران والأخصائيين والأطباء والمستشارين ومدققي الفحوص والاختبارات أستطيع أيضا الدردشة مع المدرس والأقران مع برنامج سكايب أتصل مع المعلمين والأقران كما أتصل بالخبير الموجود في كينيا وفي السويد أتصل بخبير عمل كلمات وبمركز الاختبار في فيلندا كما يساعدني سكايب على إقامة علاقات مع الحياة العملية وبفضل مختلف الأدوات أستطيع الاشتراك في الكثير من الاجتماعات كالمنتديات الإلكترونية والويكي والبحوث والمكتبات الإلكترونية دون الحاجة إلى شراء الكتب قيق ويستقصي سير العمل وهو أذن صاغية لأفكاري وبقترحاتي تسخير التقنية في التعليم عن بعد هنا خلال دراستي تتوفر جميع المواد التعليمية على شبكة الإنترنت التي يمكن الحصول عليها بطرق عدة ومختلفة مثلا بواسطة الأقمار الاصطناعية يمكنني تحميل المواد التعليمية وأعمال الطلاب وكل ما ينتج من الدورة كالنصوص والصور والأفلام والمشاريع المشتركة والحاسوب يعمل كمتلق ومرسل هذه الدورات قد تم إعدادها لتناسب الهواتف الجوال فبالهاتف الجوال يمكنني تلقي الوظائف والأعمال المناطبي فضلا عن قدرة على إرسال النصوص والصور والأفلام للأقران وإلى المعلم لو كان لديك مسجلة آيبود أو غيرها من مسجلات بيتري فيمكنك استقبال المواد الدراسية والوظائف كإرسالات إلكترونية أما الأقراص المدمجة فهي بديل جيد للدراسة الذاتية حين تكون بعيدا عن الإنترنت وهناك أيضا الأقراص المدمجة مع إمكانية التواصل مع الأدوات المساعدة في المنصة التعليمية والإدارية في هذه المنصة هناك العديد من الفعاليات المندمجة التي نعرض هنا عددا منها بودكاست وإيديوكاست يمكن بسهولة تحويلها وتوصيلها إلى الكمبيوتر أو مسجلات الـ MP3 كما يمكن تحميل الكتب الدراسية من المكتب الإلكترونية إيليبس ويساعد ريدرانر على تحسين وتسريع القراءة مع فعالية الويكي يتمكن الطالب من حل الوظائف والمشاريع المشتركة أما سكايب فهو جزء من المنصة الذي يساعد على التواصل المباشر بين الطلاب والمدرسين ويقرأ لك سبيكت النصوص بشكل واضح كل هذه الوظائف المكملة هي جزء لا يتجزأ من المنصة التعليمية تأهيل المعلمين المختصين بالتعليم عن بعد هذا هو أحد طلاب الـ MQFC السابقين في أصمر عاصمة أريتريا قام بعد تخرجه بتدريس مجموعات من معلمي الاعدادية والثانوية في المركز الثقافي البريطاني أما إذا لم تتوفر الحواسي في المدرسة فبالإمكان استئجار صارة مقهى الإنترنت أو طلب المساعدة من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لأن العمل الاجتماعي هو جزء من مهمتها هذه المجموعة من الطلاب في أصمره تتوق إلى زيادة العلم والمعرفة عن طريق التواصل بالمجتمعات الافتراضية ولقد أصبح الأمر متاحا بوجود المعلمين المختصين بالتعليم عن بعد والحقيقة أن جزء من دراسة المعلمين تتركز حول تعليم الأطفال في المجتمعات الافتراضية عن طريق التطبيقات العملية ولقد انتقت مدرسة أصمره ANO كمجتمع افتراضي كونه يساهم في التطور المستديم والرعاية البيئية هذا ويشارك بها أكثر من 400 مدرسة من حوالي 100 دولة هكذا يتواصل طلاب أصمر مع أطفال في الريف السويدي ويساعد تبادلهم للآراء والخبرات على تحفيزهم للحصول على الرؤية العالمية وبناء المعرفة بالعمل المحلي لإكمال هذا الشريط نعرض الآن علاقة التعليم عن بعد بالنتائج ساعدت خبرتنا الطويلة في إدارة وإقامة الدورات على سير التعليم عن بعد من الألف إلى الياء بشكل جيد وفعال إن المجتمعات الافتراضية هي جزء مهم من المنهج وهيكليته ولقد فتحت هذه الطريقة المجالة للذين وذوي الاحتياجات الخاصة كلهم أصبحوا جزءا من النظام التعليمي لا تكاد كلفة التعليم عن بعد أن تكون إلى 95% أن التعليم عن بعد لا يستثني أحدا وبه تصبح مقولة العلم للجميع واقعا عالميا هل تريد أن تصبح أحد وكلائنا؟ اشتركوا في القناة